موسيقى الحادية عشر صباحا بتوقيت القاهرة موجز لآخر الأخبار من قناة تن أهلا بكم بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد العصار سبل تعاون المشترك في مجال التنمية الاقتصادية الشاملة مع الرئيس الشرفي لجمعية التنمية الكورية المصرية هيبيوم والرئيس الحالي لمجلس الأعمال الأفريقي الكورية حيث جرى النقاش حول سبل التعاون في مجالات نقل وتوطين التكنولوجيا الكورية الحديثة إلى مصر وفي نهاية اللقاء الطرف الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لبحث موضوعات التعاون التي تسعى المؤسسة المصرية الكورية إلى بدء التعاون بها وجه وزير الإسكان عاصم الجزار باستخدام الخامات والمنتجات المصرية بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة كما كلف الجزار خلال اجتماع مع فريق مكتب دار الهندسة للاستشارات والمشرف على المشروع بالمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ من جانيبه قدم فريق المكتب الاستشاري شرحا مفصلا عن مكونات المشروع وأنواع النباتات والخامات التي سيتم استخدامها بالعاصمة الإدارية الجديدة تتواصل فعالية اليوم الرابع من الدورة الثالثة لمهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة والذي يستمر حتى الثلاثاء المقبل حيث يتنافس 32 فيلما على جوائز مسابقتين الفيلم الطويل والقصير يحظى المهرجان الذي يقام بشركة مع قناتة باهتمام عالمي إذ أبرزت عدد من وسائل الإعلام العالمية تكريم الفنانة العالمية باربرا بوشي ضيفة شرف المهرجان تنطلق اليوم فعالية تمرين درع الجزيرة المشترك عشر بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية حيث اكتمل وصول القوات العسكرية من دول مجلس التعاون الخليجية إلى جانب القوات السعودية التمرين يهدف إلى تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات العسكرية وإبراز التجانس في المجال العسكرية وزيادة توحيد المفاهيم والخطط الاستراتيجية العسكرية انطلقت الانتخابات الرئيسية والتشريعية في نيجيريا والمؤجلة منذ أسبوع لأسباب اللوجيسية وأظهرت لقطات تلفزيونية إدلاء الرئيس محمد بخاري ذو السبع الستة وسبعين عاما بصوته والذي يسعى لنيل فترة رئاسية ثانية مواجه مرشح المعارضة الرئيسي رجل الأعمال ونائب الرئيس السابق عتيق أبو بكر ذو الاثنين وسبعين عاما في سباق توقع محللون أن يكون متقاربا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيح السفيرة الأمريكية لدى كندا كالي كرافت لتكون مندوبة واشنطن الجديدة لدى الأمم المتحدة ومن المنتظر أن تشغل كرافت المنصب الذي أصبح شاغرا منذ رحيل المندوبة السابقة نيكا هيلي في أكتوبر الماضي من جانبه أثنى وزير الخارجية مايك بومبايو على ترشيح كرافت قائلا أنها كانت مدافعة رائع عن الأمن القومي والمصالح الاقتصادية الأمريكية في كندا مضيفا أنها مؤهلة جدا لتقوم بنفس الدورة في الأمم المتحدة أعلنت فيتنام أن الزعيم الكوري الشمالي كيم شونغ أونس سيزور في الأيام المقبلة هانوية التي تستعد لاستضافة قمة بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل ونقلت وسائل إعلام دولية عن مصادر عدة أن كيم سيصل إلى هاناوي في وقت متأخر من يوم الخمس والعشرين أو السادس والعشرين من الشهر الجاري هذا ويفترض أن يلتقي كيم وترامب في السابع والعشرين والثامن والثامن والعشرين من فبراير في ثاني قمة بينهما تهدف إلى بحث نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية رياضيا يحل بارشلونا ضيفا ثقيلا على إشبيلية في الخمسة والربع من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخمسة والعشرين من عمر مسابقة الدور الإسبانية يتصدر بارشلونا جدول ترتيب الدور الإسباني برصيد 54 نقطة متفوقا بفرق سبع نقاط على أتليتكو مدريت صاحب المركز الثاني وبفرق تسع نقاط على ريال مدريت صاحب المركز الثالث بينما يحتل إشبيلية المركز الرابع برصيد 37 نقطة اختم المجاز في أمان الله